هناك مصدر إسرائيلي أكد لي أن المستهدف في هذه الغارات هو علي كاركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله ربما الآن هو القائد العسكري الأعلى الذي ما زال على قيد الحياة في حزب الله هو المسؤول عن كل جبهة الجنوب وبالتالي هو المسؤول عن الجبهة الأهم بالنسبة لحزب الله علي كاركي كان منذ فترة ملاحقا من قبل إسرائيل كانت هناك عدة محاولات إسرائيلية أو كان هناك رصد إسرائيلي لضرب علي كاركي منذ اندلاع الحرب إسرائيل كانت تلاحقه بشكل خاص كونه ربما المسؤول عن كل جبهة الجنوب وبالتالي هو المسؤول عن ما يجري على طرفي الحدود مع إسرائيل علي كاركي كان أحد أهم الشخصيات العسكرية في حزب الله أهمية علي كاركي كانت منذ البداية بصفته المسؤول عن جبهة الجنوب لكن هذه الأهمية ازدادت مع الوقت بسبب الدور الذي أخذه علي كاركي بعد سلسلة الاغتيالات للنخبة العسكرية لحزب الله وبالتالي بعدما تم اغتيال العديد من القيادات العسكرية للحزب قيادات قوة الرضوان القيادات العسكرية في الجبهات الأخرى أو في القطاعات الأخرى كل هذه المهام باتت ربما إلى حد كبير من نصيب علي كاركي وبالتالي إذا ما صحت عملية الاغتيال إذا ما ثبت أنه بالفعل تم اغتيال علي كاركي فإن هذا يعني يشكل ضربة قوية ومضاعفة لحزب الله خاصة لأن الشخصيات العسكرية من هذا المستوى باتت نادرة في الحزب مع سلسلة الاغتيالات الأخيرة من اغتيال عقيل إلى الاغتيالات الأخرى التي نفذتها إسرائيل بحق القيادات العسكرية في حزب الله وبالتالي هذا يجعل علي كاركي رغم أنه كان مهما حتى قبل عملية الاغتيال إلى أنه الآن بات لديه الكثير كما قلنا من المهام العسكرية والدور العسكري الأهم المشكلة بالنسبة لحزب الله أن اغتيال علي كاركي الآن إذا ما صح كما نقول سيؤدي إلى مزيد من الوحدة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي شيئا فشيئا وجد نفسه تقريبا وحيدا في قيادة الهرم القيادي لحزب الله كل الوقت كان الرجال حول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتناقصون واحدا تلو الآخر إثرى عمليات اغتيال إسرائيلية سواء عمليات اغتيال التي كانت تجري في الجنوب اللبناني في حين كانت تلك الفترة يعني تحكمها القوانين المواجهة كانت إسرائيل تقتال هؤلاء في مواقع في الجنوب اللبنان ومن ثم تحولت إسرائيل إلى عمليات الاغتيال في الضاحية الجنوبية والآن ربما عملية اغتيال أخرى وبالتالي إذا كما قلنا داليا إذا صحت هذه العملية إذا صحت هذه الأنباء رغم أن مصادر إسرائيلية رفيعة أكدتها لي بأنه هو الذي كان مستهدفا في عملية القصف هذه في الضاحية الجنوبية في بيروت هذا يعني أنه تقريبا تم تصفية الصف الأول من القيادات العسكرية لحزب الله بشكل كامل الآن هذا سيؤثر طبعا على اتخاذ القرار في حزب الله أولا حسن سيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كان يعتمد على هؤلاء في كل المشاورات العسكرية كان يستمع لآراء هؤلاء وهو الآن بأمس الحاجة لسماع هؤلاء مع هذا التصعيد الإسرائيلي مع ما يجري اليوم في لبنان لكنه لا يجد هؤلاء حوله هذا الفراغ من الصعب جدا ملأه خاصة أنه كما قلنا يعني عندما يتم فقدان شخص ما أو شخصية قيادية من الصف الأول يمكن تعويضه في بعض الأحيان أو تحويل مهامه إلى شخصية أخرى بنفس المستوى داخل قيادة حزب الله لكن عندما يتم تصفية كل قيادة المستوى الأول أو الصف الأول في حزب الله سيكون من الصعب تعويض هذه القيادات يعني يمكن في بعض الأحيان كما قلنا تحويل مهام شخص إلى أشخاص آخرين أو إلى شخص آخر من نفس المستوى ومن ثم ترقية شخص آخر في التسلسل الهرمي للحزب إلى فوق ويكون الجميع حوله يساعدونه على تولي المهام لكن مع فقدان كل هؤلاء يعني فقدان عمليا هيئة الأركان لحزب الله سيكون من الصعب تعويض هؤلاء طبعا هناك أشخاص يمكن ترقية أشخاص لكنهم لا يرقون إلى نفس مستوى الخبرة العسكرية الطويلة للقيادات العليا ثم لا يوجد أحد من القيادات العليا السابقة ليرشد هؤلاء الجيش الإسرائيلي يقول أنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت يعني لربما هذه التصريحات تذكرنا وتعود بنا إلى تطورات وسيناريو عندما تم استهداف إبراهيم عقيل تفضل بالبقاء مع نضال وهذا هو الفيديو الأولي لعملية الاستهداف أو كما يقول أو قال الجانب الإسرائيلي بأنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت هذه هي صور وفيديو أولي لهذه الضربة الإسرائيلية في ضاحية الجنوبية ببيروت نتابع مزيد من التطورات تنظم لنا الآن ليال سعد من بيروت تحديدا ليال ما أصدأ هذه الضربة وماذا في المعلومات؟ بنحو ست صواريخ تم استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في حي ماضي ونحن نتحدث في هذا اليوم على وجه الخصوص اليوم كان هناك توقعات وأجواء تشير بأنه سيكون هناك أيضا استهداف للضاحية الجنوبية بعد الجنوب والبقاع ولكن اللافت في هذا اليوم أنه مع هذا النزوح الكبير من الجنوب كان هناك عدد من الجنوبيين يحضرون إلى الضاحية في حين كان أبناء الضاحية يخرجون إلى مناطق أخرى وهذا كان أمر اللافت ويعكس نواع من الفوضى ربما أو حتى الضياع بوجود مسكن خارج الجنوب أو حتى خارج الضاحية الجنوبية لبيوت بالنسبة لأبرز المعطيات هناك تداول كما ذكر الزميل نيضال باسم علي كاركي وهو الرجل الثالث في حزب الله وريد أن أشير إلى نقطة أساسية أيضا صحيفة هارات استحدثت عن اسم علي كاركي وأكدت هذا الاسم هو يبقى بالصورة أو الهرم الذي كان قد نشره الجيش الإسرائيلي أمس كان هناك بعد ثلاث أشخاص أمين عام حزب الله حسن نصر الله علي كاركي وأيضا أبو علي ردو وبالتالي يواضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول إلى تصفية هذه الصورة أو الانتهاء من كل قيادات حزب الله أشير أيضا إلى نقطة أساسية هي ليست المرة الأولى التي يتم محاولة اختيال علي كاركي في شهر فبراير الماضي كان هناك محاولة اختياله بالنبطي وكان متداول باسمه وحتى في وسائل العلامة الإسرائيلية ولكن بسبب تمويه قام به حزب الله أنذاك جرى اختيال عباس الدبس الملقب بالحاج عبد الله وكان هناك أشخاص أخرون برفقته كان هناك معطيات أنذاك بإصابة علي كاركي ولكن لم تنجح إسرائيل أنذاك بإختياله اليوم ننتظر المعلومات أولا ننتظر التأكيد حول هذه الشخصية المستهدفة ما إذا كان علي كاركي أم لا ولكن أيضا لافض ما جرى اليوم أنه أيضا مرة جديدة تتبنى سريعا إسرائيل هذا الاستهداف وتعلن عن الشخص المستهدف وهو ما شهدناه في اليومين الماضيين مع استهداف الضاحية واختيال إبراهيم عقيل وعدد من القياديين في قوة الردوان وبالتالي يبدو أن إسرائيل تقوم بذلك بناء على معطيات لديها بناء على معلومات استخباراتية واضحة وتعلن مباشرة هذا الأمر لو تحدثنا قليلا عن علي كاركي هو يعد من أهم الشخصيات في حزب الله هو كان مسؤول الجبهة الجنوبية طيلة هذه الفترة وأيضا كان مع تعيين شخصية جديدة في قوة الردوان كان أحد الأسماء المطروحة من قبل حزب الله ولكن لأن هناك اعتبار أن مسؤوليته كبيرة جدا في الجبهة الجنوبية بقي على هذه المهام خصوصا وسط هذه التطورة اليوم استهداف الضحية كان متوقعا إلى حد كبير خصوصا بعد رد حزب الله الذي وصل إلى حيفا وإلى مناطق في الداخل الإسرائيلي تخطت المئة والعشرين كيلو متر بعضا عن الحدود اللبنانية وبالتالي كان متوقعا أن يأتي ردا إضافيا يبدو في هذه الأثناء يمكننا أن نرصد أيضا صوت المسيارات في أجواء بيروت إذن هذا هو الاستهداف سننتظر معلومات إضافية سننتظر تأكيد من حزب الله الذي يعني لو قام بالخطوة نفسها عند اختيال إبراهيم عقيل لم يتأخر كثيرا لأعلان هذا الموضوع غير بعد مؤكد طبعا نحن نستند إلى رواية الإسرائيلية ولكن أيضا هنا في الأوساط اللبنانية هناك تداول باسم علي كاركيدا لا يلتفضل بالبقاء معنا بتأكيد سنكون معك لمتابعة كل التطورات أول بأول مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لكل التطورات وآخر التطورات تحديدا هذه الغارة الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت مع زميلة ميشيلا شكرا لك داليا يعطيك العافية طبعا مشاهدين لازلنا في هذه التغطية الحية لهذا الحدث الأمني الضخم الذي شهدته الضحية الجنوبية في بيروت ضربة بحسب الجيش الإسرائيلي محددة بحسب الجيش الإسرائيلي تقول بأنها استهدفت شخصية تعالي كاركي وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله وإن صحت هذه الأنباء التي لربما أعلنت عنها إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي تكون بذلك إسرائيل قد قضت على كل قادة الصف الأول في حزب الله اللبناني طبعا يا ضربة قاسية تأتي في سياق تصعيد غير مسبوق تشهده الجبهة اللبنانية وطالت ضربات مكثفة ومركزة تول ساعات اليوم عددا كبيرا من المواقع التي بحسب ما يقوله الجانب الإسرائيلي هي منازل كان يخبئ فيها حزب الله صواريخه لتأتي هذه الضربة بالتالي بعد هذا اليوم الدامي وطويل لربما تشكل ضربة قاسمة في حزب الله بعدما قامت إسرائيل بتصفية معظم القيادات وهذا الحدث الأمني إن ثبتت هذه المعلومة يحمل في طياته تدعيات لربما بغاية الأهمية فيما يتعلق بهيكلية حزب الله يعني منذ بضعة أيام نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بالأسماء تشير إلى الهرم الذي يرتكز عليه حزب الله فإذا غابت أو تم تحييد شخصية علي كاركي يكون لربما حسن نصر الله الشخصية الوحيدة المتبقية على رأس هذا الهرم يبقى وحيداً لربما في قائمة هذه الشخصيات ولكن طبعاً نبقى بانتظار تأكيد هذه المعلومات تأكيد هذا النبأ من قبل حزب الله لكي نبني على الشيء كما يقولون مقتضحة